ليس أمام سكان زريز الواقع في المنطقة النفطية الرئيسية لألبانيا خيار سوى تنشق هواء ملوث سام والعيش وسط خزانات صدئة وأبراج متداعية وتربة ومياه ملوثتين تشكل كلها مخلفات متقادمة من الحقبة الشيوعية ويشتاح الصدئ صهاريج النفط المهجورة والأنبيب المستخدمة لنقل الهيدروكربونات ولم يخضع عدد كبير من هذه المنشآت لصيانة منذ نحو ثلاثة عقود فيما يبدو الهواء أسود بسبب تسرب النفط الذي يلوث التربة والمياه واتشيرو الأرقام الرسمية إلى أن حقول باتوس مارينزا الواقع على بعد حوالى مئة كيلومتر جنوب تيرانا تستثمرها شركتاء البترول الوطنية وبانكرز بيتروليوم ألبانيا الصينية التي استخرجتا عام 2020 أكثر من 550 ألف طن من النفط الخام في المنطقة وتنتج ألبانيا سنويا نحو 650 ألف طن من النفط الخام تصدر كمية كبيرة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي باتوس مارينزا هي أحد المناطق الثمان عشر التي صنافتها وزارة البيئة الألبانية مواقع عالية الخطورة وتجعل روائح النفط والغاز الهواء غير قابل للتنفس